حياكم الله أحبثي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة وسنتابع بحلقة لهذا اليوم أبرز المهام والفعاليات التي تقوم بها وزارة البيئة والبداية من العناويل استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضي إنتاجية في مزرعة فدك للنخيل استمرار حملة مدينة خضراء في عدد من مدارس مدينة الصدر ببغداد وأن نشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأشيطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمزيريات البيئة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات ورشة عمل نظمتها منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمية لمناقشة تداعيات التغيرات المناخية ومواجهة النزوح الداخلي تفاصيل كثيرة سنتابعها في التقرير الآثي ضمن الخطط المعدة للحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة نظم برنامج الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ورشة عمل لمناقشة تحديات التدهور البيئي وحلول التكيف لبناء القدرة على مواجهة النزوح في العراق سياسة الدولة العراقية لازم أن تنظر بعين الاهتمام لهذا الموضوع لأن هذا موضوع جدا خطر تداعياته خطرة جدا هناك هجرة هناك واقع صحي متراجدي هناك أمراض مستفشية الحمد لله استبشرنا خير بالأمطار اللي هطلت على العراق نحتاج أيضا من وزارة الموارد المائية بناء سدود لحصر المياه للعسف ما عندنا فد آليات معينة لتقنين المياه وبالتالي ضياء وهدر كبير في مجال المياه نحتاج إلى خطة واسعة في تقنين المياه من خلال الأساليب العلمية في سقي الأراضي الزراعية وواقعا كثير من المشاكل تم التأكيد على أهمية استفادة من الموارد المالية التي يتم التحصيل عليها من الموارد النفطية لتطوير القطاعات الزراعية القطاعات المائية وغيرها من الأمور فالعراق بلد زراعي بالأساس قبل ما يكون بلد نفطي والعراق لديه محاصيل زراعية ممكن أن ينافس بها نحن لا نستطيع أن ننافس في صناعة الكمبيوترات أو صناعة السيارات ولكن ممكن المنافسة في الجانب الزراعي أكاديميون ورجال دين أكدوا أهمية دور تلك الأنشطة كونها عامل مساعد ومهم في وضع الخطط والبرامج لمواجهة جميع التحديات مثل هكذا أنشطة ورشات العمل والمؤتمرات والندوات التي تتناول الواقع البيئي والتدهور البيئي في بلدنا العزيز هي مهمة جداً ستساهم في وضع استراتيجية مهمة جداً لمكافحة التدهور البيئي والتلوث البيئي في بلدنا وبالتالي ستكون عامل مساعد مهم في مواجهة التغيير المناخي في بلدنا نحن كرجال دين نحن كوقف شيعي نكون في خدمة كل هؤلاء الأخوة الكرام من حيث فتح جوامعنا فتح الحسينيات لإقامة الندوات التثقيفية لجميع المصلين لا يخفى على جنابك أخي بأنه في العراق ما لا يقل عن عشرة آلاف جامع وحسينية جهوداً كبيرة تبدلها الحكومة العراقية من خلال عقد مؤتمراتها وندواتها وورش العمل التي تنظمها بين مدة وأخرى إلى تطوير واقع الكثير من المرافق البيئية فضلاً عن المتابعات المستمرة لنهري نجلة والفرات التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبح ثياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجهال القادمة على تلبية حاجاتها أهدافها القضاء على الفقر القضاء التام على الجوع الصحة الجيدة والرفاه التعليم الجيد المساواة بين الجنسين المياه النظيفة والنظافة الصحية طاقة النظيفة العمل اللائق ونمو الاقتصاد الصناعة والابتكار والبنية التحتية الحد من أوجه عدم المساواة مدن ومجتمعات محلية المستدامة الاستهلاك والإنتاج المسؤولان العمل المناخي الحياة تحت الماء الحياة في البر السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف أبعاد التنمية المستدامة البعد التقني البعد البيئي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي أهميتها التنمية المستدامة هي مفهوم شامل من حيث أهدافه والمجالات التي يعنى بها فهو يريد خلق حالة أفضل للكوكب الذي نعيش عليه من خلال ترشيد استخدام موارده وتحسين نوعية المعيشة للناس وتحسين تعاملنا مع البيئة والبحث عن موارد الطاقة المتجددة فيه وعدم استنزاف مقتراته وتترابط أهداف التنمية المستدامة فيما بينها على الرغم أن لكل منها أهدافاً صغيرة محددة خاصة به تمثل في مجموعها 169 غاية سعياً منها في غرس المفاهيم البيئية الصحيحة لدى طلبة وتلاميذ المدارس واستمرار لحملات التجيير طريق مشترك من دائرة التوعية والإعلام وبلدية مدينة الصدر كان له جولة ميدانية توعوية في إحدى مدارس أغداد تفاصيل أكثر في التفصير الآتي فلنتابع في إطار الاهتمام الحكومي بتعزيز الثقافة البيئية أطلقت دائرة التوعية والأعلام البيئي في وزارة البيئة بالتعاون مع أمانة بغداد حملة تجيير لمدارس العاصمة بغداد لزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة صحية وآمنة طبعاً التجيير مهم بالمدارس لأن التجيير تعرف هو الهواء النقل للقالب المنظر الجميل وحتى يستفادون منها بالدروس العلوم المعلمات يأخذنهم درس عملي فوائد علمية وبيئية يعني تلطيف الجاو للطالب والمنظر الجميل تضمنت الحملة تجيير عدد من المدارس بمساعدة وزارة التربية وأمانة بغداد حيث تضمنت الندوة زراعة عدد من الشتلات من قبل الطلاب بالإضافة إلى شرح وافع عن أهمية التجيير وفاعدته للبيئة عمل دؤوب ومتواصل تفذله المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعادة اللون الأخضر لأبنائنا وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم حملة التعاون مع وزارة البيئة ووزارة التربية نقوم حملة تسجير للمدارس وانتخبنا هذه المدرسة صارنا تقريبا يومين عدنا ثلاث مكانات بها عدناها على مو نزرحها الهدف منها تعرف زيارة المساعدة الخضراء وأيضا إدخال نوع من البهجة بمشاركة الأطفال هم يزرعون ويانا هم يعرفون شنو مع الزراعة لين زراعة تعرف اللون الأخضر وفوائدها وهذا وإن شاء الله مستمرين بخدمة المواطن وتقديم اللي نقدر عليه ومنقصه إن شاء الله شكرا لوزارة التربية والبيئة وأمانة بغداد على هذا الزراعة الجميل لأنه الزراعة يطينا فوائد مثل الأكسجين النقي وغيره شكرا جزيلا على السوى والحديقة ساعدنا هوى نقي ونباتات حلوة وسوتنا السرور والمدرسة صارت جميلة وتحرص وزارة البيئة بدورها على زيادة المساحات الخضراء لخاط بيئة صحية والحد من الآثار السلبية للعواصف الترابية التي شهدتها معظم المحافظات العراقية لأنها من أهم المشاريع التي نفذتها العتبة الحسينية المقدسة في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية مزرعة تفدت للنخيل ودورها في مكافحة وتقليل الآثار السلبية للعواصف الترابية والتي ساهمت في تحسين البيئة تفاصيل كثيرة في التقصد الآتي على مساحة تبلغ أكثر من 2000 دونم خصصات جزء أكبر منها للنخيل والآخر لزراعة الحنضيات والفواكه وأشجار الزيتون هكذا تم استثمار الأراضي الصحراوية واستصلاحها وتحويلها إلى أراضي انتاجية بمشروع مهم تبنته العتبة الحسينية المقدسة مزرعة فدك للنخيل تم إنشاء مزرعة فدك على أرض صحراوية بكر غير مستغلة سابقا تم استغلال هذه الأرض لزراعة النخيل وأشجار الحنضيات والرمان والتين والسدر والعنب وغيرها من هذه الأصناف التي تتحمل الظروف الجوية الصحراوية طبعا أثبتت جدارتها في الصحراء كثمار كثمار وكمصدات لرياح مثل الزيتون التقليل من حجم التصحر وكثرة الغطاء النباتي الذي يعمل على تحسين الواقع البيئي وإنشاء منظومة بيئية متكاملة واستطاعت مديرية بيئة بابل ودارة حماية تحسين البيئة من تكثيف الزيارات على الأنشطة الزراعية من خلال الجولات المستمرة للفرق الرقابية في متابعة الأراضي الرطبة والأراضي متصحرة وزيادة الوعي بين الفلاحين لغرض إنجاح عملية تثبيت التربة وزراعة الكمل الكثير من النباتات والمحاصيل الزراعية استحادة أنواع التمور العراقية والحفاظ على إنتاج التمور النادرة وإنشاء بنك وراثي للأنواع النادرة وطرق إكتارها هذا ما تم تسليط الضوء عليه من قبل الفريق الإعلامي المشترك لدائرة التوعية والأعلام وبيئة الفرات الأوسط ومديرية كربلة المقدسة تم سعادة أنواع كثيرة من التمور العراقية وعمل من المزرعة بنك وراثي بالأضافة للتمور العراقية تمور عربية كثرناها بالمزرعة من طريقة الإكتار يأما عن طريق الزراعة النسيجية أو عن طريق القلع من حول الأمهات أما بالنسبة لأنواع التمور والأنواع النادرة يوجد أكثر من 84 صنف موجودة في المزرعة في الصناف العربية والمجهول والسلطانة والعجوة المدينة وغيرها من النواع العربية أما بالنسبة للأصناف العراقية يوجد القرنفلي والميرحاج ما هي من الأصناف النادرة والشويثي الأحمر والجوزي والبرحي وغيرها من الأصناف وتعد مزرعة فتق نموذجا رائعا لاستثمار أزاء كبيرة من الصحراء وتحويلها إلى واحات خضراء لمكافحة التصحر والجفاف الذي عصف بالبلاد وللمساهمة في زيادة المساحات الخضراء وتحقيق الأمن الغذائي بزراعة عدد من المحاصيل الزراعية والأشجار والفواكه الخضرية والآن ننتقل سويا إلى الحقيبة الأخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظة فإلى هناك وجهت وزارة البيئة بإغلاق عدد المؤسسات الصحية في قضاء الفهود بمحافظة ذيقار لمخالفتها قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وتم غلق بعض من المراكز الصحية في قضاء الفهود بعد عدم التزامها للمادة 11 من قانون حماية وتحسين البيئة التي تنص منع الجهات ذات النشاطة المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة منحت مديرية بيئة كربلاء المقدسة عشو موافقات بيئية لعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية والزراعية في المحافظة بعد إجاء الكشفات الميدانية البيئية في تلك الأنشطة التي كان من أبرزها ثلاثة أبراج اتصال وحقل لتربية دواج بيض وأنشطة صناعية أخرى أجرى فريق فني إشاعي في مديرية بيئة ميسان كشفا ومسحا إشاعيا لمدرسة شمس الواعظين الابتدائية الواقعة في حي الفاطمية بمركز مدينة العمارة وخضعت نتائج المسوحات الإشاعية الميدانية والفحوصات المختبرية للنماذج التحليلية إلى عملية تحليل علمية دقيقة لتأكد من سلامة المدرسة من أي تلوث إشاعية وأن الفريق لم يسجل وجود أي مخالفات أو مقذوفات حربية بالمدرسة أو بالقرب منها تستمر فرق مديرية بيئة صلاح الدين بمتابعة موضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء للحد من التصحر حيث تم تشغيل فريق عمل رقابي من شعب مديرية البيئة وتنظيم زيارات إلى مشروع تثبيت الكتبان الرملية في بياجي والتابع إلى دائرة الغبات ومكافحة التصحر في وزارة الزراحة لمناقشة موضوع تشجير المدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء لا سيما وأن هناك خطة وضعتها إدارة مديرية البيئة للقيام بحملات تشجير للمدارس تشمل مركز المدينة والأقضية في محافظة صلاح الدين تستمر فرق مديرية بيئة كاركوك في متابعة جميع الأنشطة العاملة في المحافظة والتي لها مساس بحياة المواطنين حيث قام فريقا فنيا مشتركا من المديرية والشرطة البيئية وبموجب أمر قضائي بزيارة إلى معمل اسمينتي كاركوك حيث لوحظ استمرار تصريف المعمل للمخلفات الغازية إلى الهواء المحيط بالمنطقة وتأثر القرى المجاورة له وعدم حصولها على الموافقة البيئية وسيتم رفع تقرير للقضاء بهذه النتائج لاتخاذ الهزمة وجهت فرق مديرية بيئة ديالة بضرورة الإسرع في اتخاذ جاءات فورية بخصوص عمليات القطع الجائر للأشجار على طريق بغرز بعقوبة حيث قام فريق فني من المديرية بزيارة موقع قطع الأشجار وجمع البيانات وأوجه الفريق بمعنى هذه التجاوزات مفاتحة محافظة ديالة بالمعلومات المتوافرة لدى المديرية زار فريق من مديرية بيئة ديوانية محطة كهرباء ديوانية الغازية لتقييم الواقع البيئي فيها قام الفريق بإجراء جولات ميدانية على وحدات المحط قياس نيسا بالانبعاثات الغازية والملوثات المطروحة تأتي هذه الزيارات ضمن المراقبة الدورية على الانشطة الصناعية لرصد وتقييم عمليها ومعرفة لأماكن الملوثة للبيئة للبيئة وبهذا أحبة المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حرقتنا لهذا اليوم أتقيكم الأسبوع المقبل بحرقة جديدة من برنامج البيئة وعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر